بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأصراف المرسلين مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة دائما مع التكوينات المجانية المتعلقة بالجوزيبرا كما تلاحقون هنا في هذه العلوان سأقترح عليكم طريقة لتدريس المتراجحات بالاستمال الجوزيبرا هذا الفيديو موجه بالخصوص لأساتذة الثانوي الإعدادي هنا عبر شريط الكتابة وبعض السيزي وبعض الشرط السيزي سنقوم بإدخال متراجحة مثلا سأخذ مثال بسيط مثلا 2x زائد 3 سنستمر رمز المتفاوثة مثلا أكبر قطعا من 5 كمثال فقط لاحظوا عندما أقوم بالضغط على الزر الإدخال الخاص باللوحة المفاتيح حصلوا على هذا الشكل أولا سأقوم بإظهار محوري المعلن بطبيعة الحال لزاكس لاحظوا عندما قمت بإظهار محورين ظهارا لمحور OX المحور الأفوقي والمحور العمودية سأضغط مرة أخرى بالزر الإيمال للفقرة وأذهب إلى غرافيك حتى أقوم بإخفاء محور الأراتيب هنا عبر هذه الواجهة سأختار سأضغط على هنا وسأقوم بإخفاء سأقوم بالضغط على هذه الخانة هنا حتى أقوم بإخفائه لكن المشكل هنا هو أن هذه الحلول التي قام الجوجيبرا بتمثيلها هي عبارة عن نصف مستوى أنا أريد تمثيل الحلول على المستقيم المدرج الذي هنا هو محور OX سنضغط بالزر الإيمال للفقرة سواء على المتراجحة أو على هذا الشكل الممثل هنا بالزر الإيمال للفقرة ثم على عندما نضغط سنظهر لنا هذه النافذة من خلالها سنذهب إلى ستيل ثم سنقوم بالضغط على هذه الاختيار وبالضغط على هذا الاختيار هنا سنضغط هنا لاحظ ماذا سيحدث سأقوم بإغلاق هذه النافذة أو سأقوم أولا بتضخيم الخط قليلا حتى يظهر للمتتبع ماذا نحن فاعلون في هذه الفقرة بطبيعة الحال لاحظوا معي على ماذا حصلت هنا يمكنني السحب هذه المتفاوتة أو هذه المتراجحة باستعمار الزر الأيثر للفقرة سأضغط على المتفاوتة أو المتراجحة وأسعبها إلى غرافيك سأحصل على هذه المتفاوتة أو هذه المتراجحة حلول هذه المتراجحة قمنا بتمثيلها على هذا المستقيم المدرج إثنان إكس زياد ثلاثة أكبر قطعة من خمسة حلولها تنطلق بطبيعة الحال من العدد واحد نحو اليمين جميع الأعداد الأكبر قطعة من واحد هي حلول هذه المترجحة إذا قمنا بحل هذه المترجحة سنجد إثنان إكس أكبر من خمسة نقص ثلاثة يعني إثنان هذا يعني أن إكس أكبر من إثنان أقسمها إلى إثنان يعني أن إكس أكبر قطعا من واحد هنا هذه العالمات يعني أن واحد لا ينتمي إلى مجموعة المتحدود لاحظوا مثلا إذا قمنا بتغيير رمز المتفاوتة سأضغط هنا مرتين وأضغط وأضيف رمز التساوي سأتحول من رمز أكبر قطعا إلى أكبر من أو يساوي ثم أضغط على أنتخير خاصة بلوحة المفاتيح فتتغير مباشرة هذه المترجحة تصبح إثنان إكس أكبر من أو تساوي خمسة كذلك هنا لاحظوا التمثيل الخاص بهذه المترجحة تمثيل حلول التغيير هنا حصلنا على نقطة زرقاء على شكل نقطة ممتلئة هنا أو قرص ممتلئة أو دائرة ممتلئة كما تريدون وهذا يعني بأن العدد واحد هنا ينتمي إلى مجموعة الحلول لاحظوا سأعود إلى المترجحة السابقة سأضغط هنا وأدخل فقط أكبر قطعا هنا ستتغير هذه النقطة ستصبح نقطة كما تلاحظون نقطة ثارغة من الداخل هذا يعني أن العدد واحد لا ينتمي إلى مجموعة الحلول أتمنى أن تكون قد استفت من هذه الحصة وإلى فرصة مقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر